بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم نبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ ابو ساجل عن نبي اليوم اجتلكم وصفة عسل المرجان التي كنت تبطوني فيها بعض الأخوات تربوني في وصفة العسل اجتلكم وصفة مكانش كيفها وصفة ولا روحة اقتصادية تعطينا كمية كبيرة وضوق وقوامه وكأنه عسل المرجان هذه الوصفة ستعتمدوها في رمضان ان شاء الله وشوفوا قوامها هكذا بسم الله ما شاء الله كما نعرف الكل في أي وصفة فيها مقادير وفيها كيف تحضير وشوفوا بعضنا كيف تحضير المقادير روح نشوفوا يالله روح نشوفوا يالله روحوا هنا في طاقة العمل عندي زوج كيسان ماء 20 مليتر وعندي كيلو سكر وعندي نصف حبة من الليمون هنا رح نحط نحو من كيلو السكر نحو كاس سكر هكذا نعمر الكاس هذا ونحطوه على النار كاراميليزي هنا بعد ما عمرنا السكر في الكاس نجيبه كسرنا ونلاقينا او اي اداة في البيت ونحطوها فوق النار نحط الكاس سكرت هنا هكذا كاراميليزيوه كما تشوفوا ونبقى هنا نحرك نحطوه ببطء ونحطوه على النار شبه هادئة يعني فوق الهادئة بشوية ونحطوه بسن مرار هنا اذا عندك الشغول في البيت او عندك كسرة او عندك غسيل تقش او عندك اي شيء ما تذهب هنا تعسي على السل او كاراميليزيوه تحركيه لكي يأتيك بني لا يحرق لا يحرق وفيه الطعام الحرق لا يحدث هناك هنا نجعله لو نتعه بني ونحرك حتى يدوب هذا السكر كامل وعندك الكتل كلها تختفي كما رقم تشوفه هنا الكتل كامل تختفي هكذا قد نحركه باستمرار يعني لا نحبسه لعصحتان نشوفه هذا السكر اختفى تماما والكتل هذه تكعبرت من السكر او السكر الجمد هذا السكر لابد انه يدوب تماما اذهب ونجلبه كاس المال الأول هنا لا تخافوا السكر سيتحنجر سيتجمد ونضيفه الكاس الثاني هذا ونجعله يتغناء يسخن حتى يدوب هذا السكر هنا نبدأ نحرك بشوية في قاعة البرمة هنا هنا نحرك نحرك جيدا حتى نحس بهم دابوا تماما نحس بهم دابوا تماما كما ترون سوف نضيف السكر هنا سأتحسس اذا كان كتل في البرمة مع الجوانب في قاعة البرمة هذا لا أريد أن نقص لكم سأعطيكم فيديو كامل تفاصيله لكي تعرفوا تخدموا هذا السل يعني هذه الوصفة غير نادرة سأتحسس سأتحسس السكر هنا الذي أخذنا منه كاس ونضيفه في البرمة هنا سأتحسس لون عسل يعني كما نقول هنا لون عسلي ونحرك جيدا حتى يدوب السكر تماما ونبقى نحرك 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 قلت أنا لا أريد أن نحدث أي مقطع أريد أن ترى بالتفاصيل سأتحسس هنا بعد مداب السكر تماما واختفى من البرمة سأتحسس سأتحسس هنا سأتحسس 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 في مرحلة فوران يعني مرحلة الهاجان كما ترى سأتحسس 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 والرغاوة سأتحسس خمسة دقائق ونضع نصف حد بقارس أو منعقة صغيرة ونضع بعد سأتحسس عصر القارس سأتحسس خمسة دقائق ونضع هنا سأتحسس بعد الغلايين والهياجان سأتحسس معنا عشرة دقائق سأتحسس عشر دقائق ونضع ومعنى القارس ومعنى الشب يأتحسس ملعقة صغيرة الشب أو الشب معروفة ونرمي هذا النصف الذي كنت أصرته ونضيف مخصور ونبدأ نحرك نحرك ونضيف خمسة دقائق سأتحسس هذه الفوران والغلايين تحرك قلت لا أريد أن نقص الغلايين أبدأ ينقص الغلايين ونضيف على البرمات بعد خمسة دقائق نضيف يعني بعد الغلايين قلت 10 دقائق خمسة لونة نضيف وخمسة ثانية نضيف ملعقة ونرى العسل هنا سخون ونضيف سيعقد بعد نصف ساعة سيصبح دافئ فقط ونضيف العلبة هنا لديه عسل مرجان لنضيف ملعقتين ملعقة ملعقة ثانية نضيف ونحرك جيدا ونجعله يدفع ونضيف في العلبة هنا أضفت عسل مرجان حقيقي يعني مرجان صدقوني عسل ولا تراه بعد العلبة سأجبك ما شاء الله ما شاء الله بعد حركته ونضيف ونضيف عسل مرجان ونضيف العسل لا سخون ونصف هنا يبدأ يكتل ويعقد ملعقة كمية بسم الله ما شاء الله نحن دائما نضيف عسل ونضيف كيلو سكر ونخدمه في البيت وكل ما نحتاجه نخدمه كيلو سكر ونضيف ونضيف في علبة وليه عندها شغل في الحلويات تخدم بزج كيلو ثلاثة كيلو ستنجح فيها هنا يجعله حتى للكامل ونرى كيف العسل هنا بعد مبات ليلة كاملة حوالي ثمانية ساعات جمنا العلبة هنا نفتحها ونرى قوامه بسم الله ما شاء الله اول حاجة سنزنوه نرى الكمية التي أعطتها 1671 غرام يعني نحيو زملاء السل ونحيو العلبة يعني اعطتنا كيلو ونصف عسل صافي كيلو ونصف عسل صافي هذا يعني رأى ما شاء الله يعني وصفة جدا جدا اعتصادية شوفوا اللون ما شاء الله شوفوا العسل يعني مهوش محروق مهوش سائل شوفوا قلت عسل عاقد ما شاء الله شوفوا قوامه ولا اروع ولا اروع عقدة شوفوا هذا العسل يعني نقدره نحطه المقروض هو صخون خرجه من الكوشة وذا حبينا نعمل غريوش او حلوية اخرى نقدر نضيف له كمية ما ظهر او ما فقط يعني ونشله وليسائل تقريب ونخدمو به يعني الكمية هذه رأي خرجتنا كيلو ونصف يعني بسم الله شوفوا كيف عاقد وكأنه عسل تعال محلات تقدروا تجربوا هذه الوصفة ونجحوا فيها ان شاء الله وتعتمدوه بيوتكم صدقوني وصفة ولا اروع ولا اروع بسم الله ما شاء الله اذا نحن باقي هذه الوصفة تلعسل اليوم اللي طبطوها لي انتمنى انكم تجربوها وراح تعجبكم وان شاء الله يا ربي انكم تبقوها وتتبعتوا لتطبيقاتكم عن استجرام ابو سيج العنبي مطبخ ابو سيج العنبي هكذا خليكم مع هذا الفيديو ونقولكم السلام عليكم وربي تبتكم ويحفظكم ويبارك فيكم انتمنى لكم كل خير ان شاء الله وجزاكم الله كل خير على كل دعم والكلام الطيب وربي تبتكم وزقكم التوبة نصوحة وزقكم الدرية الصالحة ان شاء الله والثبات والثبات وثبات ان شاء الله يا ربي تبقوا هذه الوصفة واحتجبكم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة